لو فرضنا إلى أنه الانتخابات جاءت بفاسدين لو فرضنا ذلك يعني وهؤلاء الفاسدون معروفون ألا ينبغي للشارع أن يحاسب نفسه وأن يبدأ بثورة تصحيحية ثانية ولذلك أنا نحدع إلى الثورة السلمية الدائمة حتى بعد الانتخابات وليس فقط الانتخابات إذا كانت الانتخابات حققت مآربها الشعبية وأهدافها الشعبية الوطنية فبها عما إلى لم فينبغي على الشائع أن يستمر في رفضة للفاسدين وأن يفتش عن أسباب بجيء الفاسدين وأنا متأكد أن التزوير هو الذي يأتي بالفاسدين إذا جاء الفاسدون يعني هناك تزوير لا شك بذلك لأن الناس عرفت إلى أن الفاسدين هو فلان وفلان وفلان فإذا جاء مرة ثانية إذن هذا هو مضاد لرأي الناس إذن هو هذا محكوم بالتزوير ولذلك مجيء الفاسدين يجب أن يكون منبه ومثير إلى ثورة عراقية سلمية ضاغطة حتى تعدل المسار وياما وياما انتخابات حدثت في دول متقدمة تغيرت بعد انتفاضة شعبية وياما ياما انتخابات حكومات جاءت نتيجة انتخابات مزورة ولكن ثورة الشباب ثورة العاملين ثورة المخلصين أدت إلى تصحيح المسار إذا الأخي نجيم من هذا البرنامج مالك ينبغي أن نطرح فكرة دقيقة إنه إذا جاءت هذه الانتخابات بالفاسدين فهي انتخابات مزيفة ومزورة وينبغي على الشعب أن يثور على هذا التزييف وعلى هذا التزوير هذا الكلام بحاجة إلى إثباتات حسنا نتحدث مسبقا يعني عما يحصل القوى اللي موجودة اللي زورت بالالفين وثمنتاش هي القوى موجودة بالالفين وواحد وعشرين وباتل إذا تيد تحاججه مثل ما فاتوا بعيونه بالالفين وثمنتاش قال لك هاي انتخابات وصناديق اقتراع وعملية ديمقراطية وكرمه ومفوضية باتل يحتي لك نفس الشيء إذن أين التأثير وباتل آني هم خلي الولد يطحنوهم ويكتلوهم ويعوقوهم والقوى تحكم يعني هذا مو مخرج هذا مو مخرج للحل هذا يؤدي إلى مزيد من الموت والدمار والتعقيد لا أحنا لا أدعو إلى ثورة مسلحة وإنما نحن ندعو إلى الانتباه والقول والانطلاق من القاعدة التالية إذا جاء الفاسدون يعني إن هناك تزوير لأن هؤلاء الفاسدين عرفوا لأنه واضح جدا مرفوضون من الشعب إلى نايتها المفوضية أيها الجهات المسؤولة أنتم ساهمتم في عملية إيصال هؤلاء إلى البرلمان هذا احتجاج شعبي يعني شرعي ومقبول وينطلق من قاعدة حسية واضحة إنه هؤلاء الفاسدون إذا رجعوا يعني معناها ينبغي أن ترجع المظاهرات السلمية وأكد لك إلى أنها تغير لأن هذه المظاهرات التي ذهب ضحيتها هؤلاء الأبطال أدت إلى نتائج إيجابية يعني لا يمكن ولا يمكن شيء بلا ثمن أنا ضد الدم أكره الدم أحقد على الدم ولكن أقول ينبغي أن تكون لنا وقفة صامتة وقفة قوية فيما إذا توصلنا الآن الآن أساذ غالب